بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إسراف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الثاني تاهيلي فكري بإذن الله اليوم سنتعلم مهارات جديدة في مادة لغتي سنحاول أن نحقق سويا مزيد باللهداف في المادة لكن يجب أن تنتبهوا لتعليمات الدرس دائما أولا نحضروا الكتاب كتاب مادة لغتي للصف الثاني تاهيلي التزموا الهدوء أثناء المتابعة مع المعلم كذلك احرصوا أن تكونوا في مكان هادئ وبهضاء وتهومة مناسبة ومن الضروري أن يكون بصحبتكم محدد أفراد الوسرى البالغين حتى يساعدكم في عملية التعلم درسنا اليوم هو عن المذكر والمؤنث المذكر والمؤنث الاسم في اللغة العربية إما أن يطلق على مذكر أو يطلق على مؤنث أو يطلق على الاثنين معا إذن الاسم في اللغة العربية يطلق على مذكر ومؤنث فمثلا أقول أحمد أحمد اسم وأحمد اسم يطلق على مذكر أي يطلق على شخص من جنس الذكور وعندما أقول هند هند اسم أيضا ويطلق على مؤنث أي أنه يطلق على بنت أو جنس من نوع الإناث إذن لدينا في اللغة العربية مذكرا ومؤنثا الأسماء التي تطلق على المذكر تكون مذكرا والأسماء التي تطلق على المؤنث تكون مؤنثا طيب لدينا في الصورة أمامكم لاحظوا باللولة الأزرق هذا مذكر ولد مذكر إذن مذكر هو من جنس الأولاد طيب من جنس الأولاد أو الرجال أو الذكور هذا يسمى جنس ذكر كل الأسماء المرتبطة بهذا الجنس ستسمى مذكرا طيب مؤنث أي من جنس الإناث بنت طيب هذا مؤنث أي اسم مرتبط أيضا بجنس الإناث سيسمى مؤنثا إذن لدينا مذكر ومؤنث طيب المذكر لدينا ينقسم إلى قسمين هناك قسمين للمذكر عندنا مذكر حقيقي أي مذكر حقيقي نقول عن المذكر الحقيقي كل ما يدل على ذكر من جنس الناس أو الحيوانات نسميه مذكرا حقيقيا مثال أسد هذا مذكر حقيقي لماذا؟ لأنه من جنس الذكور في الحيوانات طيب محمد هذا أيضا مذكر حقيقي لماذا؟ لأنه من جنس الذكور في الإنسان إذن أي شيء من جنس الذكور في الإنسان أو الحيوان نسميه مذكرا حقيقيا طيب إذا كان هذا المذكر ليس إنسانا ولا حيوانا نسميه مذكر مجازي وهو ما يدل على ذكر ليس من جنس الناس أو الحيوانات تسمى مذكرا مجازيا مثال باب جبل هذه مذكر ومذكر قلم أيضا مذكر لكنه ليس من جنس الإنسان ولا الحيوان لذلك نسميه مذكرا مجازيا من المهم أن نعرف أن المذكر هو ما يدل على ذكر على ذكر سواء كان من جنس الإنسان أو الحيوان أو كذلك إذا كان مجازيا من الجمادات والأشياء الأخرى طيب هذا ما نقول عنه مذكر يعني لدينا نوعين من أنواع المذكر مذكر حقيقي ومذكر مجازي طيب لدينا أيضا ضمائر للمذكر ضمائر للمذكر الضمير هو الأداة والحرف الذي نستعيض به عن الإسم فمثلا بدل ما أقول محمد طالب مجتهد أقول هو طالب مجتهد لاحظوا أنني استبدلت الإسم بهذا الضمير طيب هذه الضمائر هناك ضمائر تطلق على الذكور فقط تطلق على الذكور فقط أي الأشخاص من جنس الذكور أو الحيوانات أيضا من جنس الذكور فأقول مثلا لضمائر المذكر أنت وهو ضمير للمذكر المفرد المخاطب عندما أريد أن أتكلم مع مذكر مخاطب أمامي ويكون مفردا واحدا طيب أنا الآن موجود في الفصل وأمامي أحد الطلاب فأقول له أنت طالب مجتهد لماذا استخدمت أنت؟ لأنه مذكر ولأنه مفرد ولأنه مخاطب أي أنه موجود أمامي طيب إذا لاحظوا أن الضمير أنت يستخدم مع المفرد المذكر أي من جنس الذكور والمخاطب طيب وهذا أول الضمائر المذكر طيب مثال أنت طالب مجتهد لاحظوا طالب باللون الأحمر هي لذكر طيب لذكر طالب هذا ممكن لكم محمد، خالد، سعد، عبد العزيز هؤلاء طلاب ذكور إذا أستخدم معهم الضمير أنت إذا كان مفردا ومخاطبا أستخدم معه الضمير أنت طيب إذا كان مفردا وغائبا أيضا ومذكرا غائبا أستخدم الضمير هو هو عندما أريد أن أتكلم عن شخص ليس موجودا معي في الغرفة مثلا في فصل آخر فأقول هو طالب مجتهد أو هو لاعب ماهر نريد أن نتكلم عن لاعب في فريق كرة قدم ما أقول هو لاعب ماهر استخدمت هو لماذا؟ لأن اللاعب مذكر طيب ولأنه مفرد ولأنه غائب استخدمت معه الضمير هو إذا أنت يستخدم للمذكر المفرد المخاطب هو يستخدم للغائب المفرد أيضا والمذكر إذن هذه الضمائر التي سندرسها اليوم كلها تستخدم للمذكر طيب إذا كان مفردا ومعي في نفس المكان أي مخاطبا وخاطبه وجها لوجه أستخدم الضمير أنت إذا كان غائبا وهو مفرد كذلك ومذكر استخدم الضمير هو طيب إذا كان ثنان أمامي طالبان الآن أريد أن أكلمهما ثنان طلاب أستخدم أنتما أنتما هو ضمير للمثنى المثنى أي اثنين المذكر المخاطب المخاطب قلنا أنه الذي أتكلم معه مباشرة يكون معي في نفس المكان وأكلمه وجها لوجه سميه مخاطبا طيب ومثنى أي اثنان مثنى أي اثنان وأيضا مذكر أي من جنس الذكور أستخدم معهما الضمير أنتما أنتما للإثنان فأقول مثلا أنتما مشاركاني في المسابقة أنتما الطالبان محمد مثلا وسعد بدل ما أقول محمد وفيصل مشاركاني في المسابقة أستخدم الضمير أنتما أنتما مشاركاني في المسابقة طيب إذا كان غائبين اثنان لكنهما ليس موجودان معي في نفس المكان أستخدم الضمير هما فأقول هما ضمير للمثنى المذكر الغائب مثنى أي اثنان وغائب أي غير موجود معي في نفس المكان ومذكر أي أنه من جنس الذكور طيب أقول ماذا؟ هما فاز بالجائزة هما أي الاثنان فاز بالجائزة طيب هذا الضمير هما استبدلته باسمين اسمين لمذكر ستكون مثلا لو حذفت هما سيكون المثال محمد وخالد فاز بالجائزة فبدل ما أقول محمد وخالد استبدلته بالضمير هما للدلالة على أنهما مثنى وأنهما من جنس الذكور طيب إذا لدي أنتما ضمير للمثنى اثنان المذكر المخاطب وهما أيضا ضمير للمثنى المذكر والغائب طيب بقي لدي ضمائر الجمع عندما يكون لدي مجموعة من الذكور إذا كانوا موجودين معي في نفس المكان أي مخاطبين أتكلم معهم وجل وجه مثل المعلم والطلاب في الفصل طيب أقول أنتم أنتم إذا كانوا موجودين معي في نفس المكان أنتم لجمع الذكور المخاطبون طيب إذا كانوا غائبين في فصل آخر أقول هم إذا أنتم إذا كانوا مخاطبين مجموعة طبعا أكثر من اثنين الجمع أكثر من اثنين ثلاثة يعتبر جمعا لكن إذا كان اثنين أستخدم معهم ضمائر المثنى للاثنين طيب إذا لدي في اللغة العربية مفرد مثنى اثنين وجمع أي أكثر من اثنين طيب مثال أنتم فريق قوي أنتم ضمير لماذا ضمير للمجموعة فريق مجموعة من اللاعبين طيب ومخاطبين أي معي في نفس المكان طيب هم لجمع الذكور الغائبون إذا كان هؤلاء الذكور غير موجودين معي أستخدم معهم الجمع هم فأقول في المثال هم فازوا في المباراة هم لماذا لأنهم مجموعة مجموعة من اللاعبين طيب نلاحظ الآن بالصور الضمار لاحظوا صورة المفرد الولد لحالة في الصورة هذا مفردا مفردا مذكرا المفرد المذكر لديه ضميرين إذا كان مخاطبا معي في نفس المكان أستخدمه أنت وإذا كان غائبا أستخدمه هو طيب هذا في الصورة رقم واحد طيب في الصورة رقم اثنين إذا كان مثنة أي اثنين لاحظوا أن في الصورة فيها طالبين أو ولدين طيب استخدم معهم الضمير أنتما أو هما أنتما إذا كان معي في نفس المكان وهما إذا كان غائبين طيب في الصورة رقم ثلاثة مجموعة الذكور أستخدم معهم أنتم لاحظوا أنهم ثلاثة قلنا أن الجمع يكون أكثر من اثنين أنتم إذا كانوا أمامي في نفس المكان إذا كانوا غائبين معي أستخدم هم إذن هذه هي ضمائر المذكر نسميها ضمائر ماذا ضمائر المذكر طيب أيضا لدينا أسماء إشارة للمذكر أسماء إشارة للمذكر أسماء الإشارة هو الإسم الذي نستخدمه للإشارة إلى شيء معين طيب لدي هذا إذا كان مفردا هذا هذا طالب مجتهد عندما أريد أن أشير إلى طالب واحد مفرد مذكر أستخدم هذا طيب إذا كانوا اثنين أستخدم هذاني طيب إذا كانوا جمع أستخدم هؤلاء هذه أسماء الإشارة للمذكر هذا للمفرد هذان للإثنان وهؤلاء للجماعة لاحظوا الرقم واحد الرقم واحد لأنه مفرد استخدمنا هذا مفردا مذكرا الرقم اثنين لأنهما مثنى استخدمت هذاني طيب الرقم ثلاثة لأنهما جماعة الذكور استخدمت معهما إسم الإشارة هؤلاء إذن هذا الدرس كان عن المذكر والمؤنث تعلمنا في درس اليوم المذكر وسنأخذ في الدروس القادمة إن شاء الله المؤنث ثم سنقوم بحل التدريبات على هذا الدرس في الكتاب أتمنى أن نكون استفدنا من الدرس راجعوا ما أخذنا في القناة في اليوتيوب شكرا لحسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ل跟 ذا when